أسيب كنت زباطوا حاجات التقنية عشان فيه ناس بتقول مش سامعين أو كده كله مصبوطي وتصابونا بلقتي نعم ممكن بس ممكن نبدأ عنه أتي إليك يسوعي أنت الموري أتي إليك بدموعي وبقلبي جريب أتي إليك يسوعي أنت الموري أتي إليك بدموعي وبقلبي جريب أتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك ورح لي من غيرك أنا آتي إليك أنا آتي إليك أتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب أتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب أتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك ورح لي من غيرك أنا آتي إليك أنا آتي إليك أتي إليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتي اليك يسوعي انت الموري اتي اليك بتموعي وبقلبي قريب اشتركوا في القناة مين اللي كان بيرنم السوتي سوتي بس كانت قفلة الصوت ولا ايه اه لا ده ريكورد بتسجل ريكورد اه ما انا شايف كله قفل الصوت قلت صوت مين ده بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مبسوط اني باجتمع معاكم حوالين انجيل ربنا يسوع المسيح اه مشتهى قلبي من زمان اني يبقى فيه درس كتاب اه استفيد منه واه اتعلم منه معاكم كلمة ربنا بنوع من يعني اني وبنوع من الدراسة اه المرة اللي فاتت خدنا مقدمة عن رسالة روميا اه هعيد المقدمة ديت في خمس دقايق كده اه افكركم بيها عشان نبدأ نستكمل بعض الحاجات خاصة بالمقدمة يعني هنزود الحاجات كمان على المقدمة اللي باتت ثم بعد كده ناخد بنعمة ربنا اه الاصحي الاولاني اه بفكركم اني المؤمنين اللي في روميا كانوا امنوا بدون كرازة يعني كانوا وصلوهم الايمان بدون كرازة وهيباني الكلام دوت بولس الرسول هيعلق اه انهم وصلوهم الايمان بدون كرازة وقلنا اني ليس بطرس الرسول هو اللي كرز لروميا ولكن بولس اللي كرز لروميا ودينا مبررات كثيرة جدا ارجحها معاكم بسرعة عشان اه اذا كان حد محضرش المرة اللي فاتت اولا بولس الرسول في رسالة روميا نفسها قال ان انا كنت محترصا اني لا ابني على اساس اخر يعني كنت حريص جدا اني مروحش مكان سمي فيه المسيح على حد تعبيره بالزبط يعني مكان حد كرز باسم المسيح بسيبه عشان ما سرقش مجهوده او عشان ما دخلش انا على تعبه فده معناها ان الروميا ما دخلهاش حد نمرة اتنين بولس الرسول اعلن ان انا رسول الامم وبطرس للختان فايزا بطرس كان لليهودية وقعد في فترة اليهودية اه كمان اعدله ازاي حد بس بيقولي اعدل الموبايل تعليمات جتنيه انا وردتش غطى عودسة جسد ما تبقى كده تمام اه كده تمام اه اه شكلا في الستاند ده صعب التعامل معا كده كويس اه كده كويس اه اه بولس الرسول اكد على حتة اني بطرس الرسول هو اللي واخد انجيل الختان واقتمن على الختان وانا كبولس اقتمنت على الغرلة اذا ده هو الدليل على اني بولس الرسول هو اللي بشر روما كمان هو اللي كتب رسالة الى روما ما كتبهاش بطرس الرسول اللي هي روميا كمان بولس الرسول لما بعت السلام في نهاية الرسالة يعني في الاصحاح السبتاشر مثلا ذكر جميع الخدام اللي في روميا لم يذكر فيهم بطرس فدلين بطرس ما كانش هناك كمان اه المشاكل اللي حادثة اللي اضطرت بولس للتدخل ما كانش فيه حد يحسمها لاني واضح ان ما كانتش تحت كرسي رسولي لسه تأسس فيها ولو تحظوا طبعا من كلام بولس الرسول انه بيقول او بيعني بيستعرض ازاي ان هو يقول انا مدين للبرابرة واليونانيين يعني معناها انا مدين لكم بالايمان ان انتوا اللي نشرتوا الايمان في روميا فما كانش فيها حد من الاباء الرسول خالص بولس الرسول بعت الرسالة سنة تمانية وخمسين قبل ما يروح روميا سنة واحد وستين فبولس الرسول بعتها كتمهيد لدخول حد من الرسول بدليل كمان ان الكاتوليك يقولوا ان بطرس الرسول هو اللي كان في روميا قاعد خمسة وعشرين سنة اسقف لروميا طب خمسة وعشرين سنة اسقف يقولوا لم يغادر روميا اما لو كان زي في مجمع ارشاليم سنة خمسين فاذا وهو استشهد سنة ثمانية وستين فيبقى اذا في حاجة مش مزبوطة كمان بطرس الرسول خدم في انطاكيا معروف وخدم في اليهودية امور كتيرة جدا تؤكد عدم ذهاب بطرس بالمرة الى روميا الا بعد كرازة بولس الرسول فيها نقطة كمان كنا اتكلمنا فيها قلنا ايه سبب الرسالة الرسالة دي من اروع الرسايل لدرجة ان هما بيسموها انجيل بولس بولس الرسول استفاد وابدع بعمق اتكلم عن الخلاص والفداء وجعل قلوب الاهل الروميا اللي بيقروا الرسالة تلمس الخلاص وتشعر بالخلاص وتفهمه اتكلم فيها عن الفداء او بمعنى اضاق اتكلم فيها عن نعمة ربنا يسوع المسيح اتكلم عن الصراع اليهودي بين النموس والنعمة وا اتكلم فيها عن دور النموس ودور النعمة وبعد كده دور الانسان بين النموس والنعمة السبب الرسالة يمكن ده ما قلناهوش بالتفصيل المرة اللي فاتت نقولنا كان حصل إشكالية بين اليهود اللي أمنوا بالمسيحية وبين الأمم اللي أمنوا بالمسيحية جوة روما أقول لكم الحكاية بتفصيل أكتر سنة 52 حصل ثورة كبيرة في روما جعلت كلوديوس الإمبراطور يطرد اليهود والرومان اليهود والمسيحيين على اعتبار أن المسيحيين كانوا بينظروا إليهم على أنهم شيعة هدية أو فرقة يهدية فطرد اليهود بما فيهم المسيحيين كلام ده سنة 52 بعد سنتين مات كلوديوس وجي نيرون نيرون ظبط الدنيا شوية سمح بعد كده بعد ما ظبط طبعا بالقوة وكان عنده جنود وشرطة ومنعوا الصورات ابتدى المسيحيين يرجعوا تاني مع اليهود سواء اليهود المتنصرين أو اليهود الذين بقوا يهودا ابتدوا يرجعوا مرة أخرى ودول كان في الفرق دي بقى أكيلا وبريسكيلا اللي راحوا كورونسوس قبلوا بوليس حكولوا على الصورة دي وإيه اللي حصل فيها وإزاي اضطردنا ووضع المسيحيين في روما والخلافات اللي حصلت بين اليهود اللي أصبحوا مسيحيين وبين الأمم الوثنين اللي أصبحوا مسيحيين حوالين فكرة التهود والرجوع لليهودية أولا والاختتان أولا والنموس ولا تجنب النموس ولا الالتزام بالنموس فحصلت خلافات كتيرة التاريخ يقول أن حصلت خلافات بسبب صورة كريستوس أقف هنا عند كلمة كريستوس يعني معظم التاريخيين يقولوا أن كريستوس ده شخص مسيحي واضح أنه هو عمل صورة ضد اليهود وكانوا ملوا من ضغوط اليهود عليهم وكانوا وصلوا إلى يعني خلاص إلى نوع من الزهق منهم فعملوا صورة ضد تحكمات اليهود في الكنيسة المسيحية فواضح أن المسيحيين كانوا لها قوة في الوقت تداوت وكانت وصلت لعدد كبير بدرير أن فيه ناس بتثور على ناس يعني فيها تحزب يعني فيها ناس نش عايز قفتي في التاريخ لكن في بعض كان بيلمح على أن كلمة كريستوس طبعا معناها المسيح فقال يطرى الثورة دي كانت بسبب فهمهم للمسيح وبسبب فهمهم للإيمان الخاص بيسوع المسيح ولا بسبب شخص اسمه كريستوس بالصدفة يعني فيه ناس معظمهم بيرجحوا أنه يبقى فيه شخص اسمه كريستوس والقليلون بيقولوا جايز بسبب المسيح بصفة عامة أو حوالين موضوع فقهي في الإيمان بالمسيح على كل حصل خلاف بين الاتنين وكانت فيه معايرة بينهم يعني اليهود يعايروا الأمم يقول لهم أنتوا أصلكوا وسني وانتوا لولا إحنا كنتوا أنتم والوسانيين كانوا يعايروا اليهود يقولوا لهم إحنا أمننا بالمسيح أما أنتم أهلكم رفضوا المسيح وصلبوه فكان دايما فيه تحزب وفيه غل متبادل بين الاتنين لما راحوا الاتنين اضطردوا ووصلت الأخبار لما بولس اتعرف على أكيلا وبرسكيلا في كورنسوس وعرف أخبار روما أو المسيحية في روما من خلالهم كتب رسالة وبعتها مع الناس اللي راجع بعد حكم نيرون أو بعتها بطريقة سرية للناس اللي هناك وبعدين ابتدى بقى لما الجو يهدى شوية بعد سنتين من الرسالة هو راح سنة واحد وستين ميلادية حدود بعد سنتين بعد ثلاث سنين من كتابة الرسالة كانت الأجواء استقرت بعد موت كلوديوس وبعد تجليس نيرون على كرسي إمبراطورية روما سنة أربعة وخمسين ميلادية نرجع نعيد تاني القصة التاريخية سنة اتنين وخمسين كلوديوس طرد اليهود والمسيحيين سنة اربعة وخمسين تجلس نيرون في خلال الأربع سنين استتب الأمن شوية بولس سمع من الناس المطرودين وهم بيحكوه كتاب رسالة سنة تمانية وخمسين راحوا بيها بلغوا الناس وابتدوا يعني يطمنوهم وابتدوا يعيدوا الكرازة تاني ويخيوها بولس راح لهم سنة واحد وستين لقى كنيسة جميلة عشان كده بيقولهم ان ايمانكم مشهود له من كل الأمم يعني انتم سمي الصليب عليكم عرفتوا الايمان من نفسكم طب عرفوا بقى الايمان من اين يمكن من يوم الخمسين مذكور في سفر أعمال الرسل ان كان من ضمن الأمم اللي شافوا الرسل هم بالكلمة بقى لسنة كان ناس رومانيين يعني من روما يهود ودخلاء يعني نقدر بسهولة على طول نستشف ان الناس دي راجعت تاني إلى روما حكت عن الأحداث زي بالزبط أفريقيا يعني الأحباش وصلوهم الايمان مبكر عن طريق المجموعات اللي كانت يوم الخمسين موجودة وهكذا في دول كلهم كرزوا بالكلمة في كل أنحاء العالم اللي حين ما الرسل وصلوا لقوا في فرشة كويسة كانت المسيحية وصلت في روما إلى القصر الإمبراطوري يعني كانت وصلت لأرايب الإمبراطور أو رجال الإمبراطور بدليل أن فيه واحدة اسمها بومبونيا جراسيتا دي كانت زوجة أوليوس أحد القادة الكبار في الإمبراطورية ودي كانت المسيحية وقالوا أنها اعتنقت ديانة غريبة وخرافية دي طبعا كانت هي أمنة بالمسيحية الـ 16 أصحاح بتوع الرسالة إزاي بها بيعالجوا المشكلة اللي حصلت بين المسيحيين في روميا بوليس الرسول ابتدى يتكلم أولاً ابتدى يهدي اليهود وابتدى يهدي الأمم على اليهود فابتدى يقول للاتنين بالراحة شوية ابتدى يتكلم عن النموس والنموس اليهودي وابتدك عن بر بر المسيح وإزاي إن اليهود كان لهم أسبقية وبعد ما يشموا نفسهم يقول لهم بس أنتوا رفضتوا المسيح والأمم بقى تفتح لهم بقى بالإيمان فالأمم يشموا نفسهم فقال لهم برضو أنتوا كمان لو رفضتوا أو خلفتوا أو كده هتسقطوا زي ما اليهود سقطوا فيبتدوا يتوضعوا تاني فابتدى بوليس زي ما يقول إيه بيرفع النفس الحزينة أو المكسورة وفي نفس الوقت بيديها حجمها عشان ما يحصلش غروره كبرياء وما يحصلش نزاعات لأنتوا اللي اتنين فيكو حاجة حلوة وفيكو حاجة خطر الخطر لليهود العودة للنموس والخطر للأمم العودة للأممية والعودة للوسانية عشان كده بوليس ابتدى يتكلم عن عمل النموس وعمل النعمة في الإنسان ما تزعلش يا يهودي إن النموس وقف شوية والنعمة اشتغلت بدليلنا اشتغلت في الأمم اللي مالوش نموس ما تزعلش ما هي النعمة برضو اشتغلت فيك انت كمان فابتدى بوليس بقى يوضح إزاي النعمة تجاوزت النموس عند الأمم وإزاي النعمة استندت على النموس أو انت النموس وصلك لحد النعمة وبعد كده النعمة كملت الفداء عند اليهودي أول حاجة في الإصححات عشان انت اللي بيحاول يجمع فيه ناس بيحب تجمع اللي هو بيسموها الفهم الكلي للرسالة للصحة الأولاني بيتكلم عن بر الله الخطايا والعالم وصل لحد فين وقد إيه العالم محتاج القداسة من ربنا اتكلم عن إن الاتنين ملهمش عذر أنت بالعذر أيها الإنسان ده في الإصححة التانية اليهود ليهم أخطاء والأمم ليهم أخطاء وعبدوا الأصنام وغيره فكل واحد ليه خطيط بعدين ابتدى يتكلم عن دور النموس النموس عند اليهودي كان بيوصلوا لحد فين بعد كده ابتدى يتكلم عن دور الإيمان وابتدى يثبت لليهود أني أنت كمان كيهودي ما تزعلش أن النموس النهاردة بنقول لك هنوقف ومش محتاجينه والإيمان بالمسيح وكل شيء لأن زمان أبوك وجدك إبراهيم قبل بالإيمان من قبل النموس فقصة الإيمان دي ما هيش غريبة عليكم ما تخضاكش أن الأمم قبلوا بالإيمان أنت جدك نفسه تقبل قدام ربنا بالإيمان قبل النموس شوفوا قد إيه بولس رسول يعني رائع أنه دخل بسيف شق التاريخ طلع من التاريخ إبراهيم وطلع من التاريخ اليهودي كله عشان يعمل التوازن المطلوب في فهم دور الإيمان ودور النعم الصحة الخامس ابتدى يتكلم بقى عن الحياة في البر زي ما الموت دخل للإنسان بخطية آدم هكذا البر دخل للإنسانية كلها بالمسيح زي ما أنا ما ييجي واحد يقول إيه بس أنا ما غلطتش زي آدم نقوله أنت برضو ما تصلبتش زي المسيح أنت كنت في آدم وكنت أيضا في المسيح يعني آدم كان نائب عن البشرية والمسيح أيضا نائب عن البشرية إحنا كنا في صلب آدم بالجسد بالنسل بقوة التناسل وكننا في المسيح بالمعمودية يعني ما تعمدنا واتحادنا بموته فأصبحنا إحنا في موت المسيح أو نلنا فعل الموت الخاص بالمسيح طبعا والقيامة اللي صح السادس بيتكلم بقى عن التحرر من الخطية اللي بقى نال الحياة في البر لازم بقى يفك نفسه من الخطية شوية ودي ترد على البروستانت اللي يقول أني عادي الواحد يغلط وكل خطيانة مغفورة حتى لو غلطت إلى ما لنهاية طبعا إحنا عارفين أن الخطايا مغفورة إلى ما لنهاية بس بشرط التوبة فالواحد لو ما عندوش روح التوبة يبقى إذن هو كده ماشي في روح الخطرية القصة مش أن أغلط بلا مبالاة ثم في ده هيمحو هيمحو حتى لو أنا عندي لا مبالاة لا القصة أني لو غلطت عن ضعف وأنا بجاهد ضد خطيانة ربنا يغسر لكن لو غلطت عن تكاسل وتراخي ولا مبالاة تجاه الله لا يعني دي مش هي دي اللي تغسر عشان كده بيتكلم بقى عن التحرر من الخطايا وإلا ما كانش يتكلم أن الواحد يتحرر من خطاياها إذا كانت خطايا مغفورة مغفورة لآخر خطايا الإنسان حتى لو ما تبش عنها يبقى إيه الفكرة أن يتحرر من الخطايا ما لاش لازم رقم سبع الإصحاح السابع بقى بيتكلم عن التحرر من الناموس إذا كنا خدنا بر المسيح وتحررنا من الخطايا إيه داعي أني أرجع للناموس مرة أخرى وأرجع حط فوق راسي عقوبات ناموسية مرة أخرى وهنتكلم طبعا عن حتة الناموس دي باستفادة في الإصحاح السابع يعني إذا سامحت بعناية ربنا إذا الصحاح الثامن بقى بيتكلم عن العلاج اللي عمله المسيح والتعويض اللي عمله المسيح عشان أنا وإنت نعيش بالعبادة بالروح والحق زي ما قال للمسيح زي ما سيد المسيح قال في يوحن 4 العبادة بالروح والحق طيب إزاي المسيح بقى هيخلينا نعيش هذه الحياة لصح التاسع بيرجع بقى يؤكد أني الناموس عصرة إسرائيل معرفوش يقباله المسيح وبره ويعيشوا في العبادة بالروح والحق بسبب التمسك بالناموس والنهارده الناموس ليس له تدخل ولكن الدعوة والاختيار حلوا محل الناموس فربنا دعا الكل ونموس الدعوة والاختيار هو غلب نموس التعدي اليهودي صح العاشر تكلم عن اليهود وعناد إسرائيل استمرار العناد يعني هو الصح التاسع والعاشر بيكملوا بعض في نفس موضوعهم الصح الحداشر بيكمل عن خلاص إسرائيل يعني ما تخافوش وهنا بقى في صح الحداشر لما قال إسرائيل سيعود يقال إلى أن يخلص إسرائيل فهنا كانت نبوة بولس بخلاص إسرائيل في صح الحداشر يبقى عندنا ثلاث صحات تسعة وعشرة وحداشر بيتكلموا عن إسرائيل رجع تاني بقى في صح الاثناشر تدى يتكلم عن الدور المسيحي دوري أنا كإنسان مسيحي أعيش إزاي وده أروع إصحح اللي بيسموه إنجيل بولس اللي هو رمي 12 اللي بيتكلم عن إن الإنسان يقدم حياته زبيحة لله إن أعيش بروح الزبيح زي المسيح لصحة الثلاثاشر والأربعتاشر بيتكلم عن علاقات المسيحي في المجتمع المسيح والدولة المسيحي وأخوه المسيحي والناس وهكذا وهنا طبعا بيحط ملامح الحياة المسيحية في المجتمع لصحة الخمستاشر والستاشر ختام رائع وشهادات وإرسال السلام الرسولي من بولس الرسول إلى كل خدام الكنيسة هناك لصحة الأولاني من رسالة رمية أنا مش هطول لكن هو صحح يعني يعني يمكن عشان هو تمهيدي فهنستمتع به ممكن قدامنا مثلا ما بين عشر وخمستاشر دقيقة ناخد بركته أول أول حاجة بولس طبعا في الافتتاحية هقسم لكم الإصحاح من آية واحد أو من عدد واحد للعدد سبعة اللي مع الكتاب المقدس بتاعه أتمنى ننتظر وفتحينه من عدد واحد للعدد سبعة دي افتتاحية بولس بيعرف نفسه أنه رسول المسيح وعبد يسوع المسيح وابتدى يتكلم عن قبول الأمم بتدى يتكلم عن المسيح ابن الله وابتدى يتكلم عن الانتقال من اليهودية للأمم دي الافتتاحية اللي بان عليها كلامه من عدد تمانية لعدد خمستاشر بتدى يتكلم عن كنيسة روميا نفسها كنيسة روميا وإيمانها اللي عجبه واللي هو بيمتدحه بعد كده بقى من ستتاشر لاتنين وتلاتين بتدى ياخد موضوعات سريعة جدا هقولها لك ابتدى يتكلم عن قوة الانجيل وقوة الخلاص ابتدى يتكلم عن انتقال من اليهود للأمم بر الله وبعدين اتكلم بقى عن إذا كان في بر الله ابتدى يتكلم عن غضب الله عشان كده احنا محتاجين بره غضب الله معلن يبقى أنا أجري على بر الله عشان غضب الله على كل خطايا الناس ابتدى يتكلم بقى ان احنا عرفنا الله فاتكلم عن معرفة الله ابتدى يحذر من تجاهل الانسان لله اذا كانت المعرفة اتفتحت فاحنا ما نتجهلش ربنا وإلا ربنا هيتجاهل الانسان نقرأ مع بعض الاصحاح وناخد كومنتات سريعة على الايات وانتو التقسيم اللي عملناها لو انت بالقلم بتاعك بتقسم من واحد لسعب عفت تحية من تمانية خمسة واشر كنيسة روميا من ستاشر لاتنين وثلاثين انجيله اللي بيعرضه او مفاتيح انجيل بولس او برسالة بولس بولس عبد ليسوع المسيح انتو عارفين ان كلمة بولس معناها مطلوب وبولس كان اسمه الاولاني ايه شاول في ناس بتقول بعض التاريخيين يقولوا ان ممكن شاول ما يكونش اسم تاني لبولس لان شاول بيض باليونانية شاولوس وبولس بينطق باليونانية باولوس فبيقولوا ان ممكن الاتنين يكونوا نطقين واستقر على النطق التاني لما بتدى يخرج للكرازة عشان كده سفر عمال الرسل استقر على كلمة بولس بعد خروجه للكرازة لكن قبل كده لما كان لسه عبراني بتنطق بالنطق شاولوس فممكن يكون الاتنين اسم واحد معناها مطلوب بولس عبد اليسوع المسيح جميل بقى ان هو هنا مش بيعلن عبوديته على قد ما هو بيفتخر بعبوديته اليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله كلمة مفرز باللغة اليونانية كلمة جميل اوي لما تعرفوها هتشوفوا قد ايه بولس الرسول ده كان فنان في الكلام كلمة مفرز معناها أفورز مينوس أفورز مينوس أفورز مينوس معناها فريسي شوفوا يعني بالعمية كده عايزة اقول له ايه الله عليك يا بولس الراجل فريسي هو أصلا فريسي ورايح يبعث لليهود اللي متخنقين مع الأمم يعني اللي هم المتشددين فواضح أن منهم فريسين فرايح يقول لهم أنا عبد يسوع المسيح وفريسي بس مش فريسي ليكم أو للطوراة أنا فريسي مفرز يعني فريسي أساسها معناها مكرس أو مفرز فأنا فريسي بس للمسيح فهم يجد كأنه بيعلقهم بالتشابك والتشابك اللي بينه بينهم فبيقول لهم أنتوا فريسين وأنا فريسي بس أنا فريسي للمسيح فأنا مفرز ليسوع المسيح المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائيه في الكتب المقدسة وهنا بيجيب اليهود بقى بيلوم تعالوا إن اللي أنا بقوله إنجيل الله دوت هو وعد به تعالوا رجعوا لكتب المقدسة تعرفوا إن فيه إنجيل جديد وإن فيه المسيح جاي وفيه فداء وفيه خلاص وفيه حياة جديدة أنتوا لو دورتوا عليها تعرفوها عن ابنه الذي صار من نسل دوت من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات تعين ابن الله بقوة يعني معناها ظهر واتعرف وكأن العين تأكد لها إن المسيح هو ابن الله المتجسد والتعين ده كان تعين قوي جدا والإعلان ده كان إعلان شديد والوضوح إمتى يا بولس قال بالقيامة يعني لما قام تأكد إن هو ابن الله لأن محدش بيقوم من الأموات بنفسه أو بقوته أو بقوة لهوته بمعنى أدق لاحظ بقى إن بولس كلامه بصفة عامة في حياته كلها يتكلم دايما عن حتة العيان الاستعلان الرؤية وجه يسوع المسيح فاكرين لما قال كده قال في وجه يسوع المسيح ومرة تانية قال المحبوب بيتكلم عن المسيح بطريقة عاطفية شوية ودوت أثر الرؤية اللي شافها وقال عنها في أعمال تسعة إنه لما شاف المسيح واضح إن المنظر هو مش قادر يفارق خياله المنظر مش بيفارق خياله فدايما يتكلم عن تعين ابن الله بقوة لتعين يعني الناس شافته بالعيان لكن طبعا تعين مقصود بيها استعلن للناس يعني وتعين طبعا لتلاميذه في الظهرات اللي ظهر ليها لكن حتى إذا كان لناس تانية ما شافتوش فهنا التعين معناها الاستعلان ليهم من جهة روح القداسة روح القداسة يعني باللهوت قام بقوة اللهوت يعني بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قابلنا نعمة ابتدى بقى يجيب رجليهم في موضوع النعمة عشان بينقل الفكر من فكرة النموس إلى فكرة النعمة عشان يبدأ يعلم اليهود معنى النعمة ويسألوا يعني إيه نعمة فيقول لهم هي عطية ربنا للناس فيقول الذي به يعني بالمسيح ولأجل اسمه قابلنا نعمة خد بالك بقى إن إحنا بالمسيح ولأجل المسيح تعبير ده رائع جدا كل شيء في حياتنا بناخده من ربنا بالمسيح ولأجل المسيح يعني إيه بالمسيح يعني من غيره ما ينفعش ناخد حاجة يعني عن طريق اتحاد نبيه في المعمودية وعن طريق اتحاد نبيه الإفخارستية بناخد ده كده بالمسيح والأجل اسمه يعني عن طريق تجسده إحنا خدنا لولا نتجسد ولولا نشابهنا في كل شيء لولا نحنا كان لينا قدوم زي ما قال بوليس الرسول يعني لينا مبرر إن إحنا ناخد وما كانش شابهنا كاننا هنفضل غرب عن الله لكن النهارده بقينا مشابهين صورة ابنه لأنه هو اللي ابتدى وشابهنا وقرب اللهوت من الطبيعة البشرية بل اتحد بالجسد بالطبيعة البشرية عشان بعد كده إحنا نتحد بيه بالإفخارستيجي قبلنا نعمة وإيه ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم إطاعة الإيمان يعني الناس تطاوع الوصايا الذين بينهم أنتم أيضا مدعوه يسوع المسيح ابتدى بوليس الرسول خد بالك ده كلام برغم من بسطته إلى إنه له عمق أو بعد لهوتي خطير إنه ابتدى يعلم الناس إنه النهارده ما بقاش القصة قصة ختان إنه عشان تتعرف إنك مرتبط بربنا تختات قال لا بالدعوة إنتم مدعوه يسوع المسيح فأنت قبلت النعمة وإنتم كمان من بينهم يعني أيها الأمم اللي عايشين في رميا إنتم كمان بين الناس اللي خدتوا النعمة وإلى الموجودين في رميا أحباء الله مدعوين قدسين نعمة لكم شوفوا ده بقى بيكرر بزكاء رهيب بيختار الألفاظ وبيختار الكلمات وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أولا كده سبع سبع أعداد الأولانين اللي افتتاحيين وحط السلام عشان بيبين يعني أو بيأكد لنا إن كل اللي فده كان افتتاحية بس افتتاحية زكية إنه دخل الموضوع اللي عايز يقوله في وسط السلامات أو في وسط اتعارف العمل نيجي بقى كنيسة روما أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم عايز يقولهم إن إحنا عارفين إن إنتوا قابلتم الإيمان من غير محد يجيلكم والإيمان بتاعكم إحنا كلنا كل الرسل في كل العالم بيشكروا فيه إن الإيمان وصل لكم من غير حد فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي في إنجيل ابنه يعني في الكرازة والبشارة اللي ببشر بها كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن قاتي إليكم ده بيؤكد أنه كتب الرسالة كلها السبتاشر إصحاح قبل ما يروح ما كانش هو لسه راح زي ما قلنا كتابة 58 61 لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم بوليس الرسول ده جميل قوي ده بيعشق كل حاجة في وسط الكلام يقول مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية هبة روحية ده تعبير لتورجي كنسي تعبير تقصي جميل أن الأب الأسقف بيمنح الهبات هو مانح النعمة في الكنيسة الأب الأسقف صحيح روح قدس هو مانح النعمة لكن مانح النعمة في بعض النعم بناخدها عن طريق الأب الأسقف يعني مثلا الأسقف هو اللي بيرسم الكهنة فالكهنة بيعمده الناس فالمعمودية هي نعمة للمؤمنين كلهم فيبقى مين مصدرها الأب الأسقف لأنه هو اللي بيسيم الكهنة الأب الأسقف هو اللي بيدشن الميرون وبالتالي بيدشن المسيحي أو بيكرس المسيحي بعد المعمودية فإذا الهبات الروحية دي منها معموديات منها رسامة كهنة منها ميرون فكل ما يختص بالعمل الكنسي وقبول النعمة كمؤمنين متحدين بالمسيح أو أضاف جسد المسيح كل ده بييجي من خلال الأب الأسقف فإذا نعمة بولس الرسول اللي بيلمح عليها هي نعمة كهنوتية والنعمة رسولية أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني بولس الرسول بقى يعني إيمانكم وإيماني هو فيه اتنين إيمان طبعا ما تقول إيماننا لا يا جماعة ده أنا داخل بلمح وبنبر على إني عندكم بعض المشكلات في الإيمان أنا جاي يزبطها لكم فإيمانكم اللي أنتوا فاهمينوا وإيماني اللي جاي أعلنوا ليكم وإيماني اللي جاي أصحح به إيمانكم إيمانكم بالمسيخ كويس لكن بولس بقى كمان لاحظ إن هو راجل شيك لقال لهم أنتوا بتهرطقوا ولقال لهم أنتوا بترتدوا لليهودية ولا خالص قال لهم إيمانكم يعني هو اعتمد ده إيمان بس إيمان محتاج توضيح محتاج توجيه محتاج تعليم ثم لست أريد أنت جهلوا أيها الإخوة إنني مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن لكي يكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمة الآية فيها الجملة دي مفروض تتقدم قدام شوي يعني عشان تفهموها مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم لكي يكون لي ثمر فيكم أيضا ومنعت حتى الآن يعني اللي كي يكون لي ثمر دي تعود على فكرة إن كنت عايز أجي لكم عشان يبقى لي ثمر فيكم يعني أجي أكرز أبشر أثبت الإيمان أصحح المعلومات وبعد كي يقول إيه بقى إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والبهلاء مديون في إيمانكم للأمم لأن أنتوا اللي علمتوا نفسوكوا الإيمان لما كنتوا في أرشاليم وشفت الرسل وجبتوا الإيمان فأنتم أنا مديون لكم بأن أنتوا بدأتم بالكرازة وده بيثبت أن محدش كرز وبطرس مرحش أصلا روما كارز أبدا عشان كاي بيلوم أنا مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روما أيضا لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني طبعا الترتيب ده مش ترتيب كرامة ده ترتيب تاريخ لليهودي أولا لأنه وصلته الرسالة الأول وعنده النبوات اللي بتقول عن المسيح ولليوناني يعني للأممي كمان هتوصلوا هذه الرسالة اللي كلنا محتاجين بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى بإيمان لإيمان بعض الأباء يقولوا يعني إيه بإيمان اليهود لإيمان الأمم يعني ابتدينا باليهودية وصلنا للإيمان الأعلى اللي هو بربنا يسوع المسيح اللي مفتح للأمم لأن إيمان اليهود ما كانوش شافوا المسيح ما كانوش عارفوه لكن كان إيمان مجرد نبوات يعني ابتدي اتكلم بقى عن غضب الله مش أنا جاي أبشركوا عن البر ده أنت لازم تمسك في البر ليه أصلك لو ما خدتش البر هناك غضب فيخلينا نقول إيه طب دينا بر الله ده يا بولس بسرعة قبل ما الغضب يستعلم فينا فيقول إيه لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم وهنا بقى هيبين قد إيه الخطايا اللي ويعوا فيها الأمم كمان لحسن الأمم يتكبروا أنا عمال أقول لكم هنتنقل من إيمان اليهود لإيمان الأمم بحد يتغر وبعدين يبدأ يحتقر اليهود لا إحنا عايزين الاتنين يتواضعوا فيقول إيه إذ معرفت الله ظاهرة فيهم دول الأمم لأن الله أظهرها ليهم أظهرها لهم ليه يا بولس أظهرها ليهم إمتى يقول لأن أموره غير المنظورة ترى منذ قلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته الصرمدية ولهوته حتى إنهم بالعذر يعني إيه يعني أموره الغير منظورة يعني وجوده الإلهي لهوته قوته عظمته متشافة في العالم وتدرك من خلال المصنوعات تتفهم بالمصنوعات لما تبص للشمس وللأمر للفلك للنجوم للبحار للرياح فتعرف قد إيه ربنا ده عظيم فإحنا أموره غير المنظورة نبدأ نعرفها من خلال المصنوعات ونعرف قدرته الصرمدية لأنهم لما عرفوا الله هنا بقى بيدين الأمم لما عرفوا ربنا لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء كل واحد فيهم قال أنا حكيم وأنا عندي الإله بتاعي صاروا أمام الله جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى خلوا الآلهة بتاعتهم مخلوقات الطيور الدواب الزحفات مع عبد وكل دول لذلك أسلامهم الله أيضاً في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم ربنا لم يدفعهم للنجاسة ولكن أسلامهم والتعبير ده والتعبير لهوتي خطير جداً ربنا ما بيقولش الإنسان أغلط لكن لو أنا اتغريت على ربنا فربنا يقول لي طيب أنا هسيبك فلما ربنا يسيبني أقع في الخطير ولما أقع في الخطير أصرخ أقول له رب الحقني يقول لي أخيراً عرفت الاتضاع عرفت تطلب وتصرخ فربنا مش بيخليني أغلط لكنه بيسيبني ولما بيسيبني أنا هاغلط وهقع فهنا فكرة أسلامهم أسلامهم يعني إيه تركهم تركهم لحلهم والضعفهم والزواتهم ونزواتهم فهم ضاعوا صوصة هذه النزوات ليه؟ لأن أنت رفضتني في الأول وإنت أدركت ولكن لما أنت أدركت ما تشت تقدم الإيمان السليم ولكن رحت عباد المخلوقات والمصنوعات والطراب والصنم والحيوانات وبعدين يقول الذين استبدالوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين بيكلمة على الخالق لذلك أسلامهم الله إلى أهواء الهوان ربنا سابهم والأهواء دي بتجيب لهم هوان وهتوصلهم للإنحطاط لأنهم أصلا رفضوا السمو الإلهي لأن شوفوا بقى بيوضح قد إيه الخطايا وصلت في العالم إناثهم استبدالنا الاستعمال الطبيعي باللذي على خلاف الطبيعة وكذلك كالذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين فحشاء ذكور بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلال ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا خد بالك بقى من التعليل اللهوتي دوت نفس فكرة أسلامهم كما لم يستحسنوا زي ما هم ما حبوش أن يبقوا الله في معرفتهم يعني هو ما حبوش أن يخلوا ربنا في قلبهم وفكرهم أسلامهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليه هو سابهم فالنتيجة أنهم راحوا ليفعلوا ما لا يليه ومملؤين من كل إثم اتمالوا من كل اسم وزنة وشر وطمأ وخبص مشحونين حسد وقتل بوليس بيورينا البشرية وصلت لحد فين من غير المسيح لهم رفضوا المسيح ورفضوا الله ورفضوا معرفته شوف البشرية وصلت لفين هتفكر النهاردة هتقول لي طب العالم فيه كده طب هما رفضوا ربنا النهاردة العالم بيتكلم في الإلحاد وصلوا للمثلية الجنسية وصلوا شوفوا نهاردة الكلام حوالين العالم بتاع المثلية الجنسية والشركات الكبيرة اللي بتأيدوا وإلى آخره مع العالم رايح فين العالم رايح فين مشحونين حسد وقتل وخصام ومكر وسوء نممين مفتريين مبغضين الله ثالبين ثالبين يعني بيجيبوا صيرة بعض متعظمين ثالبين بالسين يعني بيسرقوا ثالبين بالث يعني نممين بيجيبوا سير الناس وهنا بالث متعظمين مدعيين مبتدعين شرورا غير طاعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة يعني فيش إنسانية خالص الذين إذا عارفوا حكم الله شوفوا بقى منتهى فجور البشرية عارفوا حكم الله إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت يعني انت عرفت إن اللي بيعمل الشر ده يعني بيستوجب الموت لا يفعلونها فقط يعني مش بس تجاهلوا ده وعملوا الشر لا ده حاجة أفضع من كده قال إيه بل أيضا يصرون بالذين يعملون يعني انت عارف إن ده خطية وعارف إن ربنا يغضب عليك مش بس انت وقعت فيها لأنت كمان عملت شجع الناس توقع فيها يعني معناها كأنك متبني عمل الشيطان وكأنك بتقدم يد المعونة للشيطان عشان تنشط شغله كأن الشيطان شغله ضعيف وانت بتنشطه له وبتساعده وبتقول له يلا قوم صح صح وانا معاك فتخالوا البشرية وصلت لحد فين هنا بولس الرسول في الإصحاح الأولاني بيتكلم عن الحالة اللي وصلت لها البشرية بيتكلم عن ماذا الضمار الرئيب اللي البشرية وصلت لهذا الحال بعيد عن الله يبقى إذن إحنا محتاجين بر الله إحنا محتاجين نصرخ ونقول له رب فين هذا البر المرة الجاية بنعمة ربنا هنبدأ نشوف بولس الرسول هيبدأ بقى يتكلم عن النموس طب يا ترى بقى البر ده اللي إحنا بنقول محتاجين وهل ده كان بالنموس طب ليه مش بالنموس طب إيه دور النموس طب ليه خلاص انتهى النموس حلقات مع بولس الرسول في غاية الامتاع مع رسالة رومي بشكركم وإحنا النهاردة طولنا شوية بس عشان عملنا مراجعة للمقدمة وزودنا فيها شوية حد ليه تعليق أو سؤال أو أي حاجة يفيدنا بيها ممكن نفتح المايكات حد ليه سؤال تعيش وتعلمنا يا ابونا تعيش أهلا باش ما ننسل زيك عمل ايه وعش والحمد لله تعيش وتعلمنا ربنا حافظ عليكم الصوت كان واضح المرة دي آه إنه بدي حلو هاوي استمرنا بصريح حلو طب ده عمل النعمة بقى بس فيه هزخ الكاميرا ده عمل النموس لا لا مش النموس ده نموس اللي عندي في الشقة ربنا حافظ عليكم واخدت بركتكم إن شاء الله إن نلتقي السبت القادم شكراً لكم سلام شكراً للخدام اللي بيتعبوا في ترتيب اللي تتمع ده سلام سلام ونعمل